بسم الله الرحمن الرحيم متى أخو؟ طيب الذين استدلوا بفيلة بن عمر مع الأسف توسوا وقال خذ في الحج وغيرها والاستدهال يجب أن يكون مطابقا للدليل من بقيته؟ تثبت هذا عنه؟ ومرض مصنف لهذه شيبة ومرض مصنف لهذه شيبة لا أكثر الضعيف فيه ولنتنزل معك آبة الحدود نقول صحى عن ابن عمر أنه يأخذ من لحجته في الحج وغير الحج وعن نبيه هريرة وعن فلان وفلان من الصحابة فعندنا قول إمامه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفو اللحة وهل قال ولكم أن تأخذوا ما زاد على الطفضة؟ نعم طيب بما لا تحج ربك يوم القيامة والله يقول وأيوم النادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين بماذا تقول؟ تقول الله أنا سمعت أن ابن عمر أو هريرة وغيرهم من الصحابة فعل هذا ما تستطيع أرفت؟ فمثل هذه المسائل إذا جاء فيها نص لا تسعدها ابن عباس رضي الله عنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر وأين ابن عمر من عمر؟ وأين أبو فرأي من أبي بكر؟ ومع ذلك أنكر بن عباس على من يعادل قول الرسول وقول الله وقول رسوله بقول هذين الإمامين الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهما يقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر وقال أن يطيع ربا بكر وعمر يرشبه أفهمت؟ خذ هذه قاعد عندك لا تعارض قول الرسول بقول أحد ولا بفعل أحد لكن اعتذر عن ابن عمر وأبي هريرة في مخالفتهما ظاهر النص اعتذر عنهما بأن هذا اجتهاد فيعضرنا فيه كما عذر عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في ميناء وهذه دعا قائد عندك أي إنسان خالف القرآن أو السنة فاعتذر عنه ولا تحتج بقوله ولا بفعله الحمد لله رب العظيم وصلى الله وسلم ونبي محمد وآله وصحبه أجمال